بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذة سهام ألوالة من معاهد وبرامج تربية الفكرية للمرحلة المتوسطة سنتعرف على درس من مادة لغتي للصف الثاني متوسط إذن من خلال تركيبات البزل طلابي وطالباتي سوف نتعرف على موضوع الدرس إذن سوف نقوم بتركيب قطع البزل أو قطع التركيبات ونكتشف ما هو موضوع الدرس القطعة الأولى قمنا باستخراجها سوف نصل إليها القطعة الناقصة وهي الثانية وبعد ذلك سوف نقوم بإيصال القطعة الثالثة تبقى لدينا ماذا؟ قطعة سوف نقوم بتركيب وأصبح لدي ماذا؟ ماذا يوجد لدي في الصورة؟ أنظر طلابي وطالباتي إلى الصورة التي أمامي ماذا يوجد في الصورة؟ أحسنتم يوجد مجموعة أسماك أحسنتم إذن لدي مجموعات مختلفة من الأسماك ما هو موضوع الدرس؟ موضوع الدرس هو عالم الأسماك أحسنتم سوف نتعرف أيضا على عالم الأسماك الهدف العام لهذا الدرس هو معرفة عالم الأسماك الأهداف الخاصة لهذا الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على عالم الأسماك بشكل صحيح أن يستمع الطالب والطالبة على النص المقروع ومراعاة أداب الاستماع أن يجيب الطالب والطالبة على أسئلة من المادة المقروعة بشكل صحيح وأخيرا يشارك الطالب والطالبة في حل أنشطة الدرس بشكل صحيح حتى نستفيد سوياً طلع بيطالباتي من الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها أولاً ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية أحسنتم وبعد ذلك أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعداداً للدرس أيضاً من قوانين التعلم عن بعد أطلب المساعدة عند تشغيل الجهاز الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق أيضاً من قوانين التعلم عن بعد ماذا أفعل؟ أجلس جلسة صحيحة استعداداً لحضور الدرس وبعد ذلك أجلس حتى انتهاء الوقت ولا ننسى طلابي وطالباتي أن أسمع جيداً لماذا لكلام معلمتي ومعلمي عندما يتحدثون أيضاً من قوانين التعلم عن بعد بعد الانتهاء من الدرس ماذا أفعل؟ أقوم بإعادة أدوات المدرسية في الحقيبة المدرسية وفي المكان المخصص لها سوف نراجع سوياً ونستمع إلى قصة يوميات صياد وننظر ماذا فعل؟ كان يا مكان كان هناك صياد نشيط يخرج كل يوم مبكراً ويرمس النار وينتظر أن يصداد عدد من الأسماك ويدعو الله أن يبارك له وأن يرزقه ليطعم أطفاله وفي يوم من الأيام قرر الصياد أن يكتشف أعماق البحر ويتعرف على عالم الأسماك وماذا يوجد فيه؟ وقام بلبس الملابس المخصصة للغوص ونزل لقاع البحر وأصبح يتجول بين الأسماك فرأى أنواعاً كثيرة وأشكالاً مختلفة للأسماك وألواناً كثيرة منها الصغير والكبير وعندما كان يتجول بأعماق البحر ويتأمل الأسماك وجد أخطبوت جميل لونه أزرق وفجأة ظهر قرش كبير وخاف الصياد وذهب إلى سطح البحر وقام بشكر الله وأصبح يردد سبحان الله أحسن الخالقين إذن الآن يا أصدقائي بعد الاستماع إلى القصة سوف نساعد الصياد في قراءة النص المتبقي من درس عالم الأسماك ونجيب على الأسئلة التالية إذن هيا نقوم بصيد الأسماك ونجيب على الأسئلة التالية بعد قراءة هذا النص نقرأ النص الذي أمامنا تختلف الأسماك التي تعيش قريبا من سطح الماء عن التي تقطن في القاع فالتي تعيش قريبا من السطح لها عيون صغيرة والتي تعيش في القاع عيونها تصبح كبيرة الحجم لا تمتلك الأسماك أذانا كما أنها غير قادرة على إصدار الأصوات ويعتبر السمك من الأغذية المهمة للإنسان لما له من فوائد عظيمة ولإحتوائه على عناصر غذائية متنوعة أهمها البروتينات إذن تعرفنا على بقية نص عالم الأسماك يقول النص أن السمك يعتبر من ماذا؟ من الأغذية المهمة للإنسان إذن يجب أن تحتوي وجباتنا الأسبوعية أو اليومية على ماذا؟ على السمك ومشتقاته لأنه يوجد في أهمها ماذا؟ البروتينات أحسنتم إذن نتعرف على الكلمة باللون الأحمر كلمة فوائد ماذا؟ أقصد بأن السمك له فوائد إذن الكلمة باللون الأحمر ننظر أمامنا كلمة فوائد إذن سوف نكتشف معنا هذه الكلمة الفوائد تعني ماذا؟ تعني منافع إذن أنا سوف أستفيد عندما أتناول السمك سوف أستفيد وأقوم بزيادة البروتينات في جسمي إذن كلمة فوائد معناها منافع إذن هذه كلمة جديدة ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بتدوينها في دفتر الواجبات سوف نجيب على السؤال التالي من خلال النص السابق هل تصدر الأسماك أصواتا؟ نعم أم لا؟ هل تصدر الأسماك أصواتا؟ تعرفنا سابقا أن الأسماك لا يوجد لديها أذان إذن فهي؟ أحسنتم هي لا تصدر أصواتا إذن الأسماك لا تصدر أصواتا لأنه لا يوجد لديها أذان ما هو أكبر المخلوقات التي تعيش في البحر؟ تعرفنا في السابق على أنواع متعددة للمخلوقات التي تعيش في البحر ما هو أكبر هذه المخلوقات؟ أحسنتم هو الحوت إذن كما ننظر أمامنا الحوت يعتبر من أكبر المخلوقات الحية التي تعيش في البحر الآن سوف نتعرف على نشاط ونكتشف معنى الكلمات إذن سوف نكتشف طلابي وطالباتي الكلمات باللون الأحمر ومعناها في الأسفل باللون الأسود أول كلمة أمامي نقرأها سويا تقطن أحسنتم ما معنى تقطن تقطن الأسماك في البحار أحسنتم معناها تسكن أي لكل من سكنه الخاص أحسنتم متفاوتة ماذا أقصد بكلمة متفاوتة؟ يوجد هناك أشكال متفاوتة للأسماك ماذا أقصد بكلمة متفاوتة؟ أحسنتم أقصد بها مختلفة إذن تختلف الأسماك من خلال الشكل والحجم لها ألوان متعددة وأشكال مختلفة كلمة القاع ماذا أقصد بكلمة القاع؟ تعيش بعض الأسماك في قاع البحار بمعنى ماذا؟ أحسنتم أعماق البحار إذن أعماق البحر إذن تعرفنا سويا على ثلاث كلمات في هذا الدرس وهو عالم الأسماك أريد منكم ترديد هذه الكلمات ومعرفة معانيها وبعد ذلك تدوينها في دفتر الواجبات الآن يوجد لدي نشاط سوف يقوي ماذا؟ ذاكرتنا أين الاختلاف بين الصورتين يوجد اختلاف الصورتين أحسنتم عين السمكة في الصورة الأولى عين كبيرة باللون الأخضر إذن هي سمكة تعيش ماذا؟ في أعماق البحر أحسنتم إذن السمكة التي تحتوي على عيون كبيرة تعيش في أعماق البحر حتى تساعدها في الرؤية بالصورة الثانية تختلف عن السمكة الأولى بعين صغيرة لونها أسود إذن فهي تطفو على سطح البحر أو تعيش في سطح البحر أين تعيش هذه السمكتين التي أمامكم أول سمكة بأعين كبيرة أين تعيش؟ أحسنتم في الأعماق إذن أنظر إلى السمكة التي أمامي تعيش في الأعماق يوجد شكل مختلف لسمكة أخرى بأعين صغيرة أين تعيش؟ أحسنتم في سطح الماء سوف نقوم بحل التمارين والأنشطة في الكتاب المدرسي يوجد لدي نشاط رقم سبعة أقرأ الجمل التالية سوف نقرأ سويا الجملة رقم واحد واثنان الجملة رقم واحد سمك القرش أحد الأسماك المفترسة إذن يوجد لدي هنا معلومة في الجملة الأولى أن القرش أحد الأسماك المفترسة الذي يتناول على الأسماك الأخرى ثانيا اشتريت من سوق الحيوانات سمكا إذن اشترى من سوق الحيوانات ماذا؟ سمكا أحسنتم لماذا؟ ليتناولوا وقلنا في الدرس ماذا؟ أن للأسماك فوائد ومنافع مهمة للجسم وأهمها ماذا؟ البروتينات أحسنتم إذن سوف نكمل قراءة الجمل المتبقية في المنزل بمساعدة والدتي أو أحد إخوتي نشاط رقم أربعة أصل الكلمة الأولى في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني سوف أقرأ الكلمات في العمود الأول تقطن الكلمة الأولى وبعد ذلك في الأسفل كلمة ألقاع ماذا أقصد بتقطن؟ أحسنتم بمعنى تسكن سوف نقوم بحل النشاط رقم أربعة بهذه الطريقة كلمة ألقاع ماذا أقصد بالقاع؟ أحسنتم الأعماق إذن ألقاع بمعنى الأعماق إذن قمنا بحل النشاط رقم أربعة في الكتاب المدرسي الآن سوف نقوم بحل النشاط رقم خمسة أركز مع المعلمة وأرتب الكلمات لتكوين جملة مفيدة ثم أقرأها إذن سوف نقرأ الكلمات رقم واحد المياه هي الكلمة رقم واحد الأسماك رقم اثنان في رقم ثلاثة تعيش رقم أربعة خمسة المالحة هل هذه جملة مفيدة أم لا؟ أحسنتم هي جملة غير مفيدة إذن هي جملة غير مفيدة سوف نقوم بترتيب هذه الجملة لتصبح جملة مفيدة إذن سوف أشرح لكم طريقة ترتيب الجملة أولا ما هي الكلمة الأولى من خلال التفكير بهذه الجملة؟ اكتشفت أن الجملة الأولى هي الأسماك أو عفوا تعيش حتى تصبح جملة مفيدة الأسماك رقم اثنان في رقم ثلاثة المياه المالحة إذن نقوم بكتابة الكلمات في المنزل بمسك القلم بالطريقة الصحيحة وكتابتها في الفراغ الذي أمامكم بترتيب الأرقام أكتب الرقم واحد كلمة رقم واحد ثم كلمة رقم اثنان ثم كلمة رقم ثلاثة ثم كلمة رقم اربعة وخمسة حتى تصبح الجملة تعيش الأسماك في المياه المالحة وبهذه الطريقة يكون الواجب المنزلي رقم اثنان أرتب الكلمات ومساعدة والدتي أو أحد إخوتي وكتابتها بخط واضح في الفراغ الذي أمامي يجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسل اكتسابها وأخيرا مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب شكرا لحسن استماعكم كانت معكم الأستاذة سهام الوعلو